حوار الليلة مع مهند الخطيب الحديث عشر مساء بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت جرنيتش حوار الليلة من سكاينيوز عربية ونتابع فيه الفلسطينيون يحتفلون بإنهاء الانقسام ويتفقون على تشكيل حكومة كفاءات فما برنامج العمل المتوقع من هذه الحكومة وما هي أولوياتها بعد نحو سبع سنوات من القطيعة اتفقت الفصائل الفلسطينية على وضع حد لحالة الانقسام وقد يرى البعض في هذا الاتفاق مفاجأة على الأقل لأن أسباب الخلاف لا تزال موجودة بين فتح وحمس ولكن يبدو أن التطورات الأخيرة في الداخل والخارج الفلسطيني دفعت كافة الفصائل إلى مزيد من الواقعية والعقلانية فما الذي جد حتى يتحقق ما كان الجميع يتحدث عنه نتابع أيضا في الجزء الثاني من حوار الليلة النواب اللبنانيون يفشلون في انتخاب رئيس من الجولة الأولى والورقة البيضاء تخرج منتصرة من الاقتراع لم يكن أحد يتوقع ينجح المجلس النيابي اللبناني في اختيار رئيس جديد من الجولة الأولى فالانقسام الحاد بين كتلتين الرابع عشر والثامن من أذار لا يزال حاضرا بقوة وبستثناء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجة لم يكن هناك مرشح يتمتع بالثقل الكافي ويقول اللبنانيون أن الرئيس المقبل لن يخرج إلا من خلال توافق بين الكتلتين الرئيسيتين فما شروط هذا التوافق وما تأثير التدخلات الخارجية قبل أن نبدأ النقاش هذا موجز من الأنبع في كلمته في عيد تحرير سيناء قال الرئيس المصري المؤقت عدل منصور أن الدولة المصرية مصممة على مواجهة واجتثاث الإرهاب من أرض سيناء وتصدي لكل من يمولونه ويقفون خلفه وأضاف منصور أن أمن مصر مرتبط بأمن المنطقة والخليج وأن مصر ستتصدى لأي محاولة للإخلال به قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أن الخلاف الخليجي لم ينتهي بعد وأنه تم الاتفاق على ألية لحل الخلاف بين دول مجلس التعاون وفي مقابلة مع سكاينيوز عربية وصف الوزير البحريني سياسة إيران بأنها لا تخدم مصالح دول مجلس التعاون وأعرب عن أمله في أن تغير إيران سياساتها خاصة فيما يتعلق بأمن الخليج خرج ألاف الفلسطينيين اليوم إلى الشوارع في غزة احتفالا بإعلان اتفاق إنهاء الانقسام والمصالح الفلسطينية الاجتماعات المنعقدة بين حركة حماس وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في غزة أثمرت اتفاقا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون خمسة أسابيع تعقبها انتخابات تشريعية ورئاسية بعد ستة أشهر وسنتناول قضية الاتفاق الفلسطيني على إنهاء حالة الانقسام بمزيد من التفصيل بعد قليل في الجزء الأول من حوار الليلة مع ضيفين من غزة المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية مشير المصري ومن رام الله المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي أعلن رئيس مجلس الشعب السوري تقدم عضو في المجلس بأول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في الثالث من شهر يونيو ودع رئيس المجلس من يرغب في دعم المرشح الجديد لممارسة حقه الانتخابي أرجع البرلمان اللبناني جلسته الانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشيل سليمان إلى الأربعاء المقبل وانتهت جلسة أولى للبرلمان اليوم دون حصول أي من المرشحين على عدد الأصوات اللازمة أي ثلثي الأعضاء للفوز بالمنصب أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن تغريم سبعين كيانا سياسيا ومرشحا من المشاركين في انتخابات مجلس النواب العراقي وأكدت المفوضية في بيان لها أن هذه الغرامات تأتي بسبب مخالفة شخصيات سياسية وأحزاب وطوائف لضوابة الحملات الانتخابية المنصوص عليها في نظام الحملات الانتخابية نقل مراسلنا في صنعاء عن الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي تأكيده مقتل أكثر من ستين من عناصر تنظيم القاعدة في الغرات الجوية الأخيرة في ثلاث محافظات وأفاد مراسلنا بإصابة المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة خلال غارة جوية يوم الأحد الماضي على محافظة أبيان اتفاق فلسطيني في غزة بين معظم الفصائل على إنهاء حالة الانقسام موضوع الجزء الأول من حوارنا لهذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا من غزة معنا المتحدث باسم كتلة حماس الفرلمانية مشير المصري معنا من رمالة المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفينا سأبدأ معك أستاذ أسامة مساء الخير مرحبا بك من جديد احتفالات عمت اليوم كما فهمنا قطاع غزة على الأقل لا أدري كيف كان الوضع في رمالة ولكن الشعب الفلسطيني منذ فترة يتطلع إلى إنهاء حالة الانقسام وإجراء هذه المصالحة ما الذي يمنع أن يخيب أمل الشعب الفلسطيني كما خاب في السابق مساء الخير ولضيفك الكريم في قطاع غزة لا الضفة الغربية كلها تحتفل بطريقتها الخاصة كما في قطاع غزة لأن الهم واحد والهدف واحد وهو إنجاز الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية في وجه التحديات المفروضة علينا من قبل الاحتلال الإسرائيلي نعتقد أن الاتفاق الذي أتى هذا اليوم والذي نباركه والذي نعتبره لحظة تاريخية ومفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني بإنهاء حالة الانقسام ووحدة الأرض والشعب التي تصب في صالح الهدف الفلسطيني الأعلى وهو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس شرقية عاصمة للدولة الفلسطينية أتى نتيجة وجود نضوج عند جميع الأطراف وإرادة سياسية حقيقية بعد تجارب وفترة زمنية استمرت لمدة سبعة سنوات لاحظ فيها الجميع واقتنع بها الجميع أن الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني وأن المستفيد الوحيد من استمرار حالة الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تعزيز حالة الانقسام انطلاقا من منظور واستراتيجية وضعتها إسرائيل منذ عشرات السنوات تصفية القضية الفلسطينية على قاعدة فصل قطاع غزة جملة وتفصيلا ومحاصرة القدس عبر جدار الفصل العنصري وتهويد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى والاستمرار في البناء الاستيطاني ومن ثم البحث عن حلول جزئية ويمكن أن تسمي هذه الدولة إمبراطورية إن شئت ولكن بصفة تجميلية للاحتلال الإسرائيلي لذلك تأتي هذه الخطوة وفق إرادة سياسية لاحظناها عند جميع الأطراف اليوم لتبعث رسالة واضحة للمحتل الإسرائيلي أن وعي الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية والرئيس محمود عباس قادرين على سحب هذه الورقة من يد الاحتلال الإسرائيلي وتصليب الموقف الداخلي الفلسطيني نعتقد جازمين أن الوحدة الوطنية هي أقرب الطرق وأقصر الطرق للوصول إلى الأهداف المنشودة بإقامة الدولة الفلسطينية ولا يوجد بالمطلق تعارض بين الوحدة الفلسطينية وهي شأن فلسطيني داخلي وبين عملية المفاوضات التي تتذرع إسرائيل بأن الرئيس محمود عباس الآن يفشلها من خلال الوحدة الوطنية وإنجاز ملف المصالحة انطلاقا من أن الشرعية الدولية تقول قيام دولة فلسطينية على كافة الأراضي التي احتلت 67 وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي وفقا للشرعية والقانون الدوليين أريد أن أرجع على موضوع لا يوجد بالمطلق تعارض بين المصالحة والمفاوضات هذا أيضا أدل به تصريح أدل به اليوم الرئيس أبو مازن هناك الكثير من علامات الاستفهام سأعود إلى هذا الموضوع بعد قليل ولكن نتحدث عن بعض الأمور الإجرائية الآن هناك حكومة ستتشكل خلال خلال خمسة أسابيع حسب الاتفاق بعد ذلك تتم الدعوة إلى انتخابات في غضون ستة أشهر اليوم السيد إسماعيل هنية يقول يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل هل هذا دقيق أم هو كان يقصد على الأكثر لنا هو دقيق الاتفاق الذي وقع في القاهرة في 14.05.2013 والذي أجمل حصيلة خمسة اتفاقيات بما فيهم إعلان الدوحة كان يتحدث عن تشكيل حكومة وفاق وطني من شخصيات مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس وأن على أن تكون مسؤوليتها الأساسية هو تهيئة الأجواء خلال ثلاثة شهور للانتخابات الرئاسية والتشريعية. جرى تعديل على الثلاثة شهور وكان الطلب من الإخوة في حركة حماس أن تكون ستة شهور نظرا للظروف تفهمنا ذلك ووافقنا على ذلك وبعد ذلك أتى مقترح جديد وهو تفويد الرئيس محمود عباس بتحديد موعد للانتخابات في هذا اللقاء الذي جرى بالأمس واليوم تم التوافق على أن يخول الرئيس محمود عباس بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة أقصاها تبدأ بعد ستة شهور من تشكيل حكومة الوفاق الوطني. أي أننا بعد خمسة أسابيع ستتشكل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس. وبعد ذلك سيتم بعد ستة أشهر تحديد موعد للانتخابات. أي أن الرئيس يستطيع تحديد موعد للانتخابات بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع مرسوم تشكيل حكومة الوفاق الوطني. أيضا بالتشاور مع كافة الفصائل وفقا للظروف السياسية والميدانية في الشارع الفلسطيني. ولكن الأهم من كل ذلك أنه بدأنا خطوات عملية. من اليوم الغد سيبدأ الرئيس محمود عباس بعملية مشاورات واسعة لتشكيل هذه الحكومة التي تم الاتفاق عليها. طيب أستاذ أسامة سأعود إليك بعد قليل. دعني أرحب بضيفنا من غزة. الأستاذ مشير المصر انضم إلينا الآن. المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية. مساء الخير أستاذ مشير. مرحبا بك معنا في هذا الحوار. نتحدث عن هذا الاتفاق الجديد. الذي يتطلع الكثير من الفلسطينيين. أن لم يكن كل الفلسطينيين إلى إنجازه ووضع موضع التنفيذ. ولكن السؤال يبقى من التجارب السابقة. من الخيبات السابقة. ما الذي يمنع أن لا يتعرض الفلسطينيون مرة أخرى لخيبة مماثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيط فيك ولجميع المشاهدين. نعتقد بأن اليوم الأجواء مهيئة أكثر من أي وقت مضى. والأرضية خصبة لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع. ما حدث اليوم هو إنجاز. من خلال وضع مواقيد محددة لتنفيذ اتفاقي القاهرة والدوحة. كما تفضل ضيفك الكريم. نعتقد بأن لا صراء على كراسي وعلى مناصب. حركة حماس من تلقاء نفسها قبل أن يكون سيد محمود عباس هو رئيس الحكومة بحسب إعلان الدوحة. الآن الأمر متروك لتشكيل هذه الحكومة بالتشاور مع القوة والفعاليات الوطنية. في غضون المدة القانونية. وهي خمسة أسابيع. نعتقد أن الضمان في ذلك هو مصداقية الأطراف عند التنفيذ. وضمان في ذلك هي الرقابة من قبل الشعب الفلسطين. وأعتقد أن شعبنا اليوم صريح. بعد أن عانى من القسام على مدار سنوات طويلة. في أن يشير ببنان إلى الطرف الذي يمكن أن يعطل المصالحة لا قدر الله. لكن ما لاحظناه اليوم وقلنا عن قرب في لقاءات الحوار التي جرت اليوم في بيت رئيس الوزراء الفلسطيني. الأستاذ الاثنائي الهنية. رأينا تعاطيا إيجابيا. رأينا روحا وطنية مندفعة باتجاه المصالحة من كل الأطراف. نعتقد أن المرحلة اليوم تختلف عن سابق عهدها. بخاصة بعد أن فشل مشروع المفاوضات ووصل إلى طريق مزدود. اليوم نحن بحاجة لمواجهة التحدي الصهيوني. الذي لا يريد أن يعطي شعب الفلسطيني أي حق من حقوقه. ويرفض الوحدة الفلسطينية. هذا بالتأكيد يفرض علينا أن نجلس على طاولة وطنية. وهذا ما حدث. لنتوافق على استراتيجية وطنية موحدة قائمة على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية. وبإمكاننا أن نفرض معادلة. لن يكون بإمكان الاحتلال. ولا قوى العالم. إلا أن تتعامل مع هذا الواقع المجمع عليه فلسطينيا ووطنيا بإذن الله عز وجل. هذا كلام جيد. ولكن في نهاية المطاف قد يتم الاتفاق على الأمور المختلفة فيما يتعلق بالحكومة والانتخابات والتفعيل منظمة التحرير والمجلس الوطني. كل هذه الأمور قد يتم الاتفاق عليها. ولكن هناك خلافات جوهرية مبدئية وعقائدية بين حماس وبين فتح. كيف يمكن التخلص من هذه العقبات؟ أعتقد أخي الكريم أن الزمن وخلال المدة القليلة المقبلة كفيلة بأن تضع نقاط على الحروف في العديد من المسائل. أولا فيما تعلق بموضوع الحكومة تم الانتهاء منه. ونتمنى أن ترى الحكومة النور. وهذا الأمر متروك لسيد محمود عباس. أن يشرع خلال المدة لترى هذه الحكومة النور بإذن الله عز وجل عما قريب. فيما تعلق أن هذا المرحل هي مرحة انتقالية. نحن نتحدث عن فترة محدودة. خلال هذه الفترة ستجرى الانتخابات وهذه المهام الأساسية للحكومة أن تحضر لإجراء الانتخابات. وكما نص الاتفاق سواء اتفاق القاهرة. أو اليوم اتفاق غزة بالتطبيق الفعلي لاتفاقية القاهرة والدوحة. على أن تجرى انتخابات بشكل متزامن الرئاسية والبرلمانية. والمجلس الوطني التابع على منظمة التحرير الفلسطينية حيث أمكن. وهذا بالتأكيد يمكن أن يصنع حالة سياسية غير مسبوقة من خلال الشراكة السياسية. وهذا هو المهم. وأن يكون هناك وحدة في صناعة القرار السياسي الفلسطيني. وعندما تكون قيادة مشكلة من كل الفلسطيني. وبخاصة أننا خلال هذه المرحلة انتقالية. الموضوع السياسي متروك للأطار قيادة المؤقت لمرضمة التحرير الفلسطينية. الذي سيتشاور معه السيد محمود عباس في تحديد مواقيت الانتخابات للمجلس الوطني والرئاسية والبرلمانية. وأيضا سيناقش الوضع السياسي. بما في ذلك الاختلافات كما تفضلت الجوهرية الموجودة في الرؤية السياسية في التعاطي مع القضية الفلسطينية. ما بين حركة حماس وحركة فتح. لكن في الجملة ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. ويمكن أن نلتقى. ما يفرق أستاذ مشير قد ينسي في كل هذه الاتفاقات. ما يفرق هو جوهري. ما يجمع هو إجرائي. هو شكلي. بحسب وجهة نظرية. دعني أتحدث عن موضوع المفاوضات. أنت أشرت الآن إلى مسألة أن المفاوضات فشلت. وبالتالي أصبحت الأمور أسهل الآن لتحقيق المصالحة. ماذا لو عادت المفاوضات من جديد؟ كيف سيكون موقف حماس؟ الموضوع السياسي أخي الكريم. متروك للإطار قيادة المؤقتة للمنظمة التحرير الفلسطينية. والذي حماس هي جزء منه. بحسب الاتفاق. سيناقش كافة القضايا. لكن في الجملة. هذه المرحلة التي نتحدث عنها. هي مرحلة انتقالية. الشراكة الحقيقية تتحقق عندما تجرى انتخابات في كل هذه المؤسسات. بما في ذلك في مرظمة التحرير الفلسطينية. وعندئذن الأغلبية التي تفوز. هي التي ستقرر. وعندما تكون استراتيجية وطنية موحدة. وبرنامج وطني. هناك برنامج. هناك برنامج. هناك خطوط عريضة. تم الاتفاق عليها داخل منظمة التحرير. عندما لم تكن حماس جزء من هذه المنظمة. الآن إذا أصبحت حماس جزء من المنظمة. هل ستتغير هذه المبادئ الثوابت التي يعتبرها الكثيرون في المنظمة؟. مسألة الدولتين على سبيل المثال. نحن لا نريد أخي الكريم أن نفجر هذا. هذه قضايا قابلة للانفجار في أي لحظة. ليس أنا اللي أفجرها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى الله عليه وسلم. الآن نحن أعود بك إلى اتفاق القاهرة. الذي نص على إعادة هيكلة وبناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تنظيمية وسياسية جديدة. هذا هو نص الاتفاق بالحرف. الأسس التنظيمية تعني إجراء الانتخابات لتكون هذه المنظمة ممثل شرعي للشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات. وبكل ألوانه السياسية المختلفة. والسياسية الجديدة. تنظيمية وسياسية جديدة. بمعنى أن يوضع برنامج المنظمة على طاولة. وأن يتم إعادة صياغة هذا البرنامج بما يحمل الرؤى المشتركة والقواسم المشتركة التي تلتق عليها الفصائل الفلسطينية بإذن الله عز وجل. وأعتقد أن وثيقة الوفاق الوطني. التي تم توقيع عليها من قبل الفصائل الفلسطينية في عام 2006. شكلت أرضية خصبة لإمكانية أن نلتق على قواسم مشتركة في كافة ملفات. لا شك أن المفاوضات أزمة كبيرة في الخلاف الفلسطيني الفلسطيني. لكن واضح من خلال التجربة على مدار عقدين من الزمن. أنها لم تحقق الحد الأدنى من تطلعات الشاب الفلسطيني. وأن حتى بحسب المفاوض. أن المفاوضات وصلت في محطات عديدة إلى طريق مزدود. وبالتالي لا ينبغي أن نبقى في هذا الخيار. ولا ينبغي أن نأخذ فتح. لا إلى برنامج حماس. ولا أن تأخذنا فتح. ولا أن تأخذ حماس فتح إلى برنامجها. لكن هناك ما يمكن أن نتقي عليه في هذا الجانب. بخاصة أمام التجارب السابقة التي تضع الأطراف كلها أمام معطيات جديدة. تؤسس الاستراتيجية وطنية موحدة قائمة على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابث الفلسطينية. الاحتلال تتناقض مصلحته مع المصالحة. والانقسام هو مصلحة للاحتلال. الآن مواجهة هذا الصلف وهذا التعنط وهذا الوعيد والتهديد الصهيوني هو خطف الاتجاه الصحيح لوضع برنامج وطني موحد وستراتيجية يسند إليها الكل الفلسطيني. طيب أعود مرة أخرى للأستاذ أسامة في رمالله. أستاذ أسامة أولا رد فعل الإسرائيلي الأول على الأقل كان هو إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو. إلغاء جلسة فوضية كانت مقررة مساء اليوم مع الجانب الفلسطيني. المتحدث باسم نتنياهو عفير جندلمان يقول يجب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يختار إما المصالحة مع حماس وإما السلام مع إسرائيل. ولا يمكنه سوى اختيار أمر واحد لا غير. لأن هذين الخيارين متوازيان لا يلتقيان. ما رأيك؟ هذا متوقع لأن إنهاء حالة الانقسام لا تصب بالمطلق بمصلحة إسرائيل. كما أسلفنا في السابق إسرائيل بالنسبة لها كان هدفا استراتيجيا هو إطالة حالة الانقسام وفصل قطاع غزة جبلة وتفصيلا عن الوطن الأم. عن الضفة الغربية وعن القدس وعن هموم الشعب الفلسطيني. إلا أن ما جرى اليوم أفشل هذه المخططات الإسرائيلية. ودعنا نقول لو كانت إسرائيل جادة في عملية السلام والمفاوضات كانت عليها يجب عليها أن تصمت على الأقل فيما جرى اليوم. لأن من يريد السلام الحقيقي يعلم أن الوحدة الوطنية بين قطاع غزة والضفة الغربية في الأراضي التي احتلت عام 67 هو يخدم المشروع حل الدولتين. إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي التي احتلت عام 67. ولأن إسرائيل لا تريد السلام. ولأن ها أفشلت كل جهود المفاوضات وأفشلت جهود جون كيري والمجتمع الدولي من خلال الاستيطان وممارستها طيلة السنوات الماضية وخاصة في ظل المفاوضات في التسعة شهور الماضية. هي تريد أن تضلل الرأي العام الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأنها تقول أن السلام كان يسير على قدم وساق وأن المفاوضات كانت تسير وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية ولم يبقى إلا بضعة أمطار في القدس. وبعض اللاجئين يجب عودتهم. والرئيس أبو مازن عندما ذهب وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة وأبرم هذا الاتفاق الجديد أو هذا الإعلان الجديد الذي صدر اليوم هو أفشل كل الجهود الدولية وهذا الكلام عاري عن الصحة. إسرائيل فقط تريد من تهديد الرئيس أبو مازن ومحاولة تخييره ما بين السلام المزعوم مع إسرائيل. ولا يوجد حقيقة أي شيء تتفاوض معه مع إسرائيل. وهي لا تتعامل معنا إلا بلغة العنجهية والقوة والاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري. وتتحدث عن السلام فقط في الإعلام. وما بين المصالحة الداخلية نعتقد فقط هو الهدف الوحيد هو تضليل الرأي العام. ومحاولة خروجها من المفاوضات بأن الجانب الفلسطيني هو الذي أفشل هذه الجهود. ونعتقد أن المجتمع الدولي يدعم الوحدة الوطنية ما بين الشعب الفلسطيني الواحد. وفقا لكل القرارات الدولية. حتى مبادرة السلام العربية يعني ليس كل المجتمع الدولي. اليوم بالنسبة للقانون الدولي في الشرعية الدولية. كان هناك موقف صدر عن الخارجية الأمريكية. أعربت عن خيبة أملها من هذا الاتفاق. وتقول أن هذا الاتفاق قد يعقد الجهود الرامية لتحريك العملية السلمية. وقالت المتحدثة جين ساك على وجه التحديد على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم دون لبس بمبادئ لا عنف. ووجود دولة إسرائيل. وأن غياب الالتزام الواضح بهذه المبادئ يمكن أن يعقد بشكل جدي جهود مواصلة المفاوضات. إذن مش كل المجتمع الدولي راضي عن هذا الاتفاق. مش كل المجتمع الدولي ينظر بإيجابية. ولكن على كل حال دعنا أنت والأستاذ مشير نستمع إلى بعض المشاركات من أستاذ المشاهدين حول هذا الموضوع. على فيسبوك رندا عز الدين تقول حماس هي سبب ضياع فلسطين. وستكون سبب فشل الحكومة. محمد شاهد يقول القوى الخارجية لن تسمح بإتمام المصالحة مهما كلف الأمر. محمد الأهنومي يقول بحكمة العقلاء من حماس وفتح سيكونون قادرين على تشكيل حكومة وجيش مجاهد. على موقع تويتر إبراهيم غازي يقول جوهر المصالحة الفلسطينية هو الاتفاق على البرنامج السياسي لفتح وحماس. وهو الأمر الذي لم يتطرقوا إليه. وأشرنا إلى هذا الموضوع. أخيرا على جوجل. فارس محمد يقول لا للمصالحة إلا بعد أن تنهي السلطة تنسيقها الأمني ومع الاحتلال. أستاذ مشير. هناك الكثير من القضايا من بينها التنسيق الأمني التي أشار إليها الأستاذ المشاهد. ما رأي حماس في هذه المسألة؟. هناك تنسيق أمني جاري سواء في مفاوضات أو ما في مفاوضات. كيف تنظرون مثلا إلى مثل هذه المسائل؟ لا ننكر أنها أزمة كبرى. ولا ننكر أنها الأخطر على الشعب الفلسطيني. ومخاطرها ومثالبها كبيرة على النسيج الوطني. وعلى المقامة. وعلى الحريات السياسية في ذلك. لكن أعتقد أن السلطة بإمكانها أن تقدم على خطوة إيجابية وجريئة في هذا الاتجاه. لا سيما في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. وإبان بداية انتفاضة الأقصى توقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني. وهذا أعطى المقاومة حرية للعمل. وأطلاق عملياتها. وتلقي العدو الصهيوني دروس قاسي ومؤلمة في هذا الجانب. والانتقاب لقضية الفلسطينية من مربع إلى مربع متقدم. المهم الآن أخي الكريم أن نخطو خطوة نحو الأمام. نعلم أن هناك خلافات في البرامج السياسية. خلافات في بعض القضايا. وإن كانت هذه القضايا ليست هينة كما تفضلت في هذا الجانب. لكن خطوة إلى الأمام تؤسس لخطوة التي تليها. والمهم في نهاية المطاف أن نصل إلى برنامج وطني. وهذا البرنامج الوطني هو الذي يمكن أن يحدد العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية. أن تكون عقيدة وطنية مطلقة. وهذا بالتأكيد. وهذا منص عليه أيضا. منص عليه اتفاق المصالح في القاهرة. واعتبر أن التنصيق الأمني جريمة. لكن الآن تطبيق الاتفاق بكل جزئياته سيمر عبر مراحل. وسنصل إلى هذه النقطة. في حينها متمنيين أن تكون هناك خطوات جريئة ومسلطة أولى من قبل الأخوة في حركة فتح. والسلطة خاصة على صعيد موضوع التنصيق الأمن. أستاذ أسامة في الدقيقتين المتبقيتين. مسألة التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة الآن. كيف سيتم التعامل مع هذه المسألة؟ كما نعلم القطاع محاصر. هناك صعوبة في الوصول. حتى وصول المسؤولين. هناك الكثير منهم إذا لم يكن معظمهم لا يسمح لهم بالدخول. عبر معبر إيرز على الأقل. هل سيتم التنقل دائما عن طريق رفح؟ كيف ستتم هذه المسألة المسألة التواصل الجغرافي؟ يعني على أجالة فقط أعلق على بعض النقاط. أولا المفاوضات بالنسبة لنا والمصالحة خطاني غير مرتبطات ببعض بالمطلق. ليس لأنه فيه انسداد في الأفق السياسي. رحنا للمصالحة. جهودنا لم تتوقف خلال السبع سنوات. وغير صحيح بالمطلق أنه نتيجة تعثر المفاوضات ذهبنا إلى الوحدة الوطنية. الوحدة الوطنية استراتيجية وجزء من عقيدتنا الوطنية. القضية الثانية. نحن اتفقنا مع حركة حماس وكافة الفصائل على القواسم المشتركة. لذلك لا يوجد مشكلة في البرنامج السياسي إذا كنا كلنا نقول أننا نريد دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67. قد تختلف الوسائل والتكتيكات. ولكن هذا هو الهدف جميع الفصائل بما فيهم حركة حماس التي أعلنت أنها تريد قام الدولة فلسطينية والقدس الشرقية والقرارات الدولية ذات صلة في العديد من المناسبات وفي اتفاق القاهرة. التواصل الجغرافي الكل يعلم أن الخط الفاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحتل إسرائيل. وهي يمكن أن تغلق الضفة الغربية وتغلق كافة المعابر. ولكن نحن نستطيع بتجاربنا السابقة أن نتجاوز هذه الإشكاليات. بالرغم من معرفتنا للتحديات القادمة. وماذا يمكن أن تفعل إسرائيل لإفشال كل جهود المصالحة والوحدة الوطنية. ولكن نستطيع أن نتغلب على ذلك من خلال العديد من وسائل التواصل. سواء كان من محاولة المرور عبر المعابر الأساسية. من خلال مصر. من خلال وجود وزراء مقيمين في قطاع غزة. للتغلب على كافة الصعاب. ثانيا نحن بحاجة لتمكين هذا المصالحة والوحدة الوطنية. بحاجة إلى أولا إرادة سياسية أن تبقى مستمرة بالرغم من كل التحديات التي يمكن أن نواجهها. وهذا موجود بإذن الله. القضية الثانية بحاجة إلى عمق ودعم عربي وإسلامي حقيقي. من خلال تفعيل شبكة الأمان العربية. لأننا مقبلين على حصار إسرائيلي حقيقي. بدأ بالقرصن على أموال الشعب الفلسطيني التي تجمعها من خلال الضرائب. وأيضا بحاجة إلى موقف عربي وإسلامي سياسي في وجه هذه الغطرسة الإسرائيلية. التي تستفرد في الشعب الفلسطيني وفي القيادة الفلسطينية. وبحاجة إلى تفعيل هذه اللغة العربية والإسلامية مجتمعة مع المجتمع الدولي. للجم سياسة العقوبات الجماعية وإلزام إسرائيل بالقانون الدولي. إذا ما توفرت هذه الظروف. نعتقد أننا مقبلون على مرحلة لها علاقة بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على كافة الأصعب. المحلي الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي. شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة القواسمي. المتحدث الرسمي باسم حركة فتح. كان معنا من رمالله. وشكرا لضيفي من غزة الأستاذ مشير المصري. المتحدث باسم كتلة حماس البرلمانية. تتابعون معنا في الجزء الثاني من حوار الليلة. اللبنانيون يتساءلون عن هوية رئيسهم المقبل. بعد فشل مجلس النواب. في اختيار خلف لميشيل سليمان. قال وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد الخليفة إن الخلاف الخليجي لم ينتهي بعد. وأنه تم الاتفاق على ألية لحل الخلاف بين دول مجلس التعاون. وفي مقابلة مع سكاينيوز عربية. وصف الوزير البحريني سياسة إيران بأنها لا تخدم مصالح دول مجلس التعاون. وأعرب عن أمله في أن تغير إيران سياستها. خاصة فيما يتعلق بأمن الخليج. أرجع البرلمان اللبناني جلسته الانتخاب رئيس جديد للبلاد. خلفا للرئيس ميشيل سليمان إلى الأربعاء المقبل. وانتهت جلسة أولى للبرلمان اليوم دون حصول أي من المرشحين على عدد الأصوات اللازمة. أي ثلثي الأعضاء للفوز بالمنصب. سنتناول موضوع فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس جديد للبلاد بمزيد من التحليل في الجزء الثاني من حوار الليلة. مع ضيفينا من بيروت. القيادي في الحزب التقدمي لاشتراك عبدالله فرحات. والقيادي في التيار الوطني الحر رمزي كانج. اتهم السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة العملية السياسية في بلاده. وأقال الجعفري في مؤتمر صحفي في نيويورك إن واشنطن هي الطرف الذي لم يفي بالتزاماته تجاه مفاوضات جينيف. أفاد مراسلنا في غزة بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة جوية على شمال القطاع استهدف الدراجة النارية. وأسفر الهجوم عن إصابة أربعة أشخاص. ولم يعقب الجيش الإسرائيلي على الغارة. قتل عميد في الأمن المركزي المصري إثر انفجار سيارته في القاهرة. ونجم الانفجار عن عبوة ناسفة تم زرعها أسفل سيارته مما أدى إلى مقتله وإصابة جنديين اثنين. كما قتل ضابط في مدينة الإسكندرية خلال حملة أمنية لضبط خلية من عنصاري بيت المقدس. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن تغريم سبعين كيانا سياسيا ومرشحا من المشاركين في انتخابات مجلس النواب العراقي. وأكدت المفوضية في بيان لها أن هذه الغرامات تأتي بسبب مخالفة لشخصيات سياسية وأحزاب وطوائف لضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في نظام الحملات الانتخابية. طالبت موسكو سلطات كييف بسحب قواتها فورا من شرق البلاد لوقف التصعيد وبدء الحوار. وأكد بيان للخارجية الروسية على ضرورة تراجع كييف عن القرار باستئناف عملية مكافحة الإرهاب ضد الموالين لموسكو في الأقاليم الشرقية الحدودية مع روسيا. لبنان البرلمان يعجز عن انتخاب رئيس جديد خلفا لميشيل سليمان. هذا هو موضوع الجزء الثاني من حوار هذه الليلة. أرحب من جديد بضيفينا من بيروت معنا الوزير والعضو السابق في البرلمان عبدالله فرحات معنا أيضا القيادي في التيار الوطني الحر رمزي كانج. أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيفي سأبدأ معك أستاذ رمزي. مساء الخير. مرحبا بك من جديد. إذن كما كان متوقعا الجلسة الأولى لم تسفر عن انتخاب رئيس. أنتم أو على الأقل الكتلة التي تنتمي إليها انسحبت في نهاية الجلسة. لماذا انسحبتم؟ يعني ما كان في شيء غير متوقع. الموضوع عدم الاتفاق على رئيس لا يمكن أن تبقى بالجلسة وتأمن النصاب وما كان في إمكانية انتخاب رئيس متفق عليه من جميع الكتر النيابية. التحدي الكبير للتوصل إلى تفاهم حول شخصية الرئيس العتيد قبل نهار الأربعاء القادم. وإلا أن دولة رئيس نبيه بري سوف يستمر في الدعوة إلى الجلسات. من الآن وحتى انتهاء المهلي في 24 أيار القادم. لماذا نسحبنا؟ لأن نحن بحاجة ل 65 صوت في الدورة الثانية. وهذا ما لم يكن متوافر على شخص مرشحنا وهو العماد ميشيل عون. بانتظار بلورة التفاهمات التي تحصل خارج الجلسة. والتي بدأت قبل تشكيل الحكومة. بأمل أن يصبح اتفاق على شخص العماد ميشيل عون. وإذا لم يتم الاتفاق على شخص ميشيل عون. ما هي الخطة باء أو الخطة جيم حتى؟ حتى الآن التكتل السياسي لم ينظر في الخطة باء. ما زال حتى الآن العماد عون هو المرشح الأساسي. إنه مرشح واحد وضامنينه يعني؟ مش موضوع ضمان. شخصية العماد عون لن تكون شخصية تنافسية أو شخصية صدمية في الترشح إلى رئيسة الجمهورية. إما يكون هناك قناعة بأن العماد عون يستطيع جمع شمل اللبنانيين حول شخصه وحول المبادئ التي يتمسك فيها. وعنده الإدراء بالتفاهم مع جميع الكتل بموجب التفاهمات التي أنتجها والتي ينتجها حاليا. بإمكانية إنقاذ الوضع في لبنان. أو أن الوضع في لبنان سوف يذهب من سيء إلى أسوأ. إذا ما انتخبنا شخص صدامي أو شخص غير وفاقي على سدة المسؤولية الأولى. لأن الوضع في لبنان نكون نحن جهلاء. إذا اعتقدنا أن الوضع في لبنان هو بمنأة عن تداعيات الإقليمية الخطيرة والحريق والنار الإقليمية التي تدور حولنا. وخصوصا الأزم السورية. العماد عون يستطيع بموجب التفاهمات التي أنتجها والتي ينتجها حاليا. بإمكانية تحسين الوضع اللبناني. وعدم تداهور مجددا من سيء إلى أسوأ. سأنتقل إلى ضيفي أيضا في بيروت. الأستاذ عبدالله فرحات. الوزير والعضو السابق في البرلمان اللبناني. مساء الخير أستاذ عبدالله. مرحبا بك معنا. مساء النوم. بداية هل بالفعل العماد ميشيل عون يمكن تسميته شخصية وفاقية عليها إجماع في هذه الانتخابات؟ يا سيدي. أولا جلسة الانتخاب اليوم يعني هيكي أوضحت ثلاثة رسائل أساسية. أولا لا شك أنه الجلسة كان لها طابع مسرحي. وكل الأعضاء في المجلس النياب الكريم كانوا عارفين نتيجة الجلسة. يعني كانت شوي ذات طابع شكلي. إخراجي شكلي. الرسالة الثانية. لا شك أنه لبنان لم يزل بحالة انقسام عمودي شديد. رغم كل محاولات الحوار السابقة. والملفت أن كل الحوارات التي حصلت في الفترة الأخيرة البعيدة عن الأضواء والتي يقضيء عليها. لم توصل الكتل النيابية إلى أي اتفاق. الرسالة الثالثة. لا شك أنه انتخاب الرئيس في لبنان ما زال معلقا. بشو؟ أنا برأيي ما زال معلقا. باستحقاقات غير لبنانية. يعني الحوارات الإقليمية والدولية التي تحصل. لا سيما ما يحصل بين الولايات المتحدة وإيران. ولاحقا. مع المملكة العربية السعودية. هو الذي سيحدد مصار الانتخابات في لبنان. هذا واقع. ولازم نعترف فيه. الموضوع منه لبناني صرف. هو متعلق بأكيد بكل المواطع الإقليمي. وحتى المواطع الدولي. طيب. أعود إلى الأستاذ رمزي مرة أخرى. أستاذ رمزي. في حال هناك الآن جلسة الأسبوع القادم. وفي حال لم يتم التوفق على ما يسمى بمرشح التوافق. ما الذي سيحصل عنده؟ هل سيدخل لبنان؟ أو سيكون على وشك الدخول في مرحلة فراغ حذر منها الكثيرون؟ إذا تسألني رأيي الشخصي. أنا بوافق لأستاذ عبد الله ضيفك الكريم. بأن بعض التفاهمات لم تنضج. ونحن معرضين لمرحلة جديدة من الفراغ في سدة المسؤولية. بانتظار أن تنتج التفاهمات الإقليمية قبل التفاهمات المحلية. لأن نحن نكون قصرين النظر إذا دعينا أن لبنان هو بمنأة عن ما يحصل. هل ما زالت هذه التأثيرات الإقليمية أو أستاذ رمزي بنفس القوة التي كانت عليها مثلا في انتخابات 2008؟ لا. اليوم يمكننا أن نقول إلى حد ما التأثير الدولي على الداخل اللبناني بهذا الاستحقاق لا يوجد أمور سلبية جدا باتجاه البعض. مثل ما كانت محطوطة سنة 2008. ولكن من نكون نحن مبتدئين في التحليل وفي السياسة وفي التعاطي مع الأمور. إذا منقول أنه انتفت هذه التدخلات. بالطبع في تدخلات. وبالطبع الأمور لم تنضج إقليمياً تحتالي أن نسعى أو نبرهن نحن كلبنانيين بأنه صرنا راشدين نفسنا كفاية تحتالي ننتخب رئيس الجمهورية العتيد بمعزل عن التدخلات الخارجية. نحن معنا من هلأ إلى 25 أيار بعد معنا أربع أسابيع. الأسبوع المقبل يبقى فيه يمكن يدعي إلى ثلاث جلسات متتالية دولة الرئيس دبيه بره. ولكن برجع بقول لك الانتخاب في لبنان ووافق ضيفك الكريم اليوم اللي صار كان مبدئياً متفق عليه وكل الفريقين عرفانين سلف نتيجة الجالسة اليوم وكيف رح تتحول الأمور. إذا بقينا من هلأ إلى الجلسة المقبلة لا يوجد تفاهم لأنه الانقصام عمودي في لبنان إذا أحد الكتل الكبيرة في الفريق الآخر لم تؤيد مرشحنا وكذلك الأمر من فريقنا السياسي لم يؤيد المرشح الآخر المعلن حتى الآن وهو الدكتور سمير جعجع من الفريق الآخر أنا بعتقد أنه كمان الأمور سوف لن تأتي بنتيجة إيجابية وسوف يؤجر الموضوع إلى جلسة لاحقة. هلأ بتقول لي من هلأ إلى خمسة وعشرين أيار قد يعني ممكن أنه ينتج ينتج هذا التفاهم اختيار رئيس عتيد بقول لك إن شاء الله لكن تطور الأمور بالبطء وبسبب عدم الوضوح الرؤية في المحيط الأقليمي بقول لك منه كثير شغلة مشجعة وقد نختبر الفراغ مرة أخرى بانتظار تستوي المباحثات في الخارج والإقليمية الدولية والإقليمية الإقليمية ويكون إلى تأثير إيجابي على الداخل اللبناني يعني إذا ما استوت لحد الآن ما الذي يضمن أنها تستوي في الأربع أسبوع القادم أستاذ عبد الله أنا هذا اللي قلت لك أستاذ الكريم بقل لك أنه يعني بطء المفاوضات لا يشجع باحتمال التفاهم من الآن وحتى الأسبوع المقبل أو من الآن وحتى نهاية الشهر أستاذ عبد الله ما رأيك لا أكيد الأمور من قريبة أنا ما أني شايف في انتخابات رئيس المورية في القريب العاجل وهالأمر له تبعات خطرة جدا أولا فيه هواجس كثيرة عند اللبنانيين وخاصة المسيحيين منهم أنه أن يساس لبنان دون الرئيس المسيحي لمدى زمني طويل يعني الفراغ الرئاسي الذي قد يحدثه عدم انتخاب رئيس جمهورية قد يؤدي إلى تسيير أمور البلد بدون الرئيس المسيحي وهذه سابقة دستورية خطرة جدا يعني فيه مجموعة كبيرة من اللبنانيين ممكن أنه يسبب له نوع من الهاجس المهم لأنه تركيبة لبنان والانتماء المذهبي والطائفي الذي له طابع سياسي في لبنان يفرط نفسه وبالتالي أن يساس لبنان دون الرئيس المسيحي هو هاجس كبير إضافة إلى أنها سابقة دستورية قد يعني تسيء إلى مشاركة المسيحيين في الصيغة اللبنانية المتعددة طائفية ومذهبية يعني هذه مسألة وعم بحاول يعبر عنها بشكل دائم غطة البطريارك الماروني يعني انتخاب رئيس مسألة مهمة بغض النظر عن شخص الرئيس انتخاب الرئيس هو إعادة المسيحيين إلى الصيغة اللبنانية يعني إعادتهم إلى الحالة الدستورية وإلى المشاركة في تركيبة الدولة اللبنانية هلأ نحن رايحين لحقبة مسيئة جدا يساس لبنان لفترة طويلة ويمكن لشهور إن شاء الله لا أكيد هذا الظاهر دون المساهمة المسيحية في هذه الصد لا شك أنه الآلية الدستورية تفرض لانتخاب الرئيس نوعا من الإجماع يعني المادة الدستورية التي تقول أو تحدد كيفية انتخاب الرئيس صحيح ما تكلمت عن النصاب إنما تفسيرا أنه يجب أن يتوفر النصاب نصاب الثلسين في كل دورة من دورات الاقتراع عم تفرض أن يكون هناك توافق حول شخص الرئيس وإلا لن ينتخب الرئيس وبالتالي الموضوع يعني مرتبط بتوافق اللبنانيين فيما بينهم وبحالة إقليمية شاملة هذه المشكلة يعني نحن هلأ نحن بمواجهة حائط مسدود ومعرف كيف ما نخرج منه بالقريب العاجل يعني ما في أفق لإمكانية حل قريب نعم ولكن البعض يقول يعني ما جعل تشكيل حكومة توافقية أمرا ممكنا من الممكن أن يجعل انتخاب رئيس توافقي أمر ممكن ما رأيك أستاذ رمزي كان فيه إصرار كان فيه إصرار ملفت من الكوى الدولية وبعض الإقليم على التشكيل الحكومة بسرعة يمكن تجنبا للفراغ اللي ممكن أنه يحصل في سدة المسؤولية لأنه كانوا بيعتبروا أنه تشكيل الحكومة ممكن أنه يسد الفراغ في حال حصل فراغ في منصب رئاسة الجمهورية بتتولى الحكومة حفاظا على الاستقرار في الداخل اللبناني ويمكن هذا الشيء اللي عجل بتشكيل الحكومة من بعد ما كان صرع عشرة أو 11 شهر يعني معطلة وشفنا أنه كل الشروط والشروط المضادة من كل الفرقاء تم التنازل عنها عن تشكيل الحكومة من بعد ما كانت مأخرة ولادتها حوالي 11 شهر هذا الشيء يمكن بسبب أنه كان بعض الإقليم والدول الغربية المتعاطية والدول الغرب المتعاطية بالأزمة اللبنانية كانت حريصة على حفظ الاستقرار في الداخل اللبناني في حال انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشيل سليمان وعدم إمكانية انتخاب رئيس الجمهورية طيب سأعود إليك لأسألك بعد شوي سيد رمزي عن اتصالاتكم مع بعض أطراف 14 أذار في هذه المساعي الانتخابية ولكن دعنا نقرأ بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين قبل قليل على فيسبوك فادي أحمد يقول إذا تدخلت أطراف خارجية في سياسة وسيادة لبنان فأنها ستظل بدون رئاسة أي لبنان أبو أحمد الليثي يقول العماد ميشيل عون هو أقرب شخص للرئاسة وجيه حجازي أكيد سيعيش لبنان فراغا رئاسيا طويلا حنان مروش لا خوف على لبنان بوجود حزب الله والتحالف مع سوريا حمد علي لن يدع حزب الله لبنان يستقر على تويتر مرغاني السنوسي يقول أعتقد أن نسبة نجاح سمير جعجع تتجاوز 70% على جوجل بلس كمال سليمان يقول نعم سيعيش لبنان فراغا رئاسيا بعد ميشيل سليمان كما حدث قبل ولايته سيد عبد الله نعود إلى مسألة العامل الخارجي العامل الإقليمي سوريا تحديدا سوريا تقليديا على الأقل على مدى العقود الثلاثة الماضية كان لها الكلمة الأعلى وربما الكلمة الوحيدة في اختيار الرئيس اللبناني اليوم ما هو تأثير ودور سوريا في هذه المسألة لا أكيد سوريا الحاليا يعني غارقة في همومها ويمكن تأثيرها بلبنان أقل من من الأطراف الآخرين أو اللاعبين الإقليميين الآخرين إنما سوريا هي جزء من محور ما في هذه المنطقة أو من محور الممانعة يعني الممتد من حزب الله مرورا بسوريا حتى إيران لا شك ولا ممكن انتخاب رئيس في لبنان إلا ما يكون فيه اتفاق إقليمي حول هذا الاسم وأنا بأعتقد أنه العماد عون عندما حكي عن ترشحه التوافق بعدية أصاب لأنه لا يمكن أن يؤتى برئيس جمهورية حاليا بظل هذا الخلاف المستحكم بين 14 أدار و8 أدار بشكل اقتراعي يستند إلى أكثرية ما في المجلس هذه مسألة غير ممكنة وبالتالي بعدية العماد عون أصاب حين قال أنا مرشح توافقي وهو بانتظار هذا التوافق الدولي وهو عم يحاول على المستوى اللبناني الصرف أن يفتح جسور مع الطرف الآخر هذه الجسور لا يمكن أن تنجح إلا ما يكون فيه ضوء أخضر خارجي وهذه مسألة طب دعني أسألك في هذا الإطار عن موقف كتلة النائب وليد جنبلات إذا كان بالفعل العماد ميشيل عون مرشح توافقي لماذا برأيك مثلا كتلة النائب وليد جنبلات لم تختاره واختارت شخص آخر هو هنري حلو يا سيدي أولا استاذ وليد جنبلات من فترة طويلة شعر أن الصراع بين فريق 14 أدار وفريق 18 أدار لن يوجد نفعه يعني عم يوضع البلد بحالة خلاف مستحكم دائم يؤدي إلى عدم استقرار دائم على مستوى المؤسسات في البنان وبالتالي على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلى آخر يعني هذا الصراع هو صراع عقيم وبالتالي يجب الخروج منه أن يتخذ موقفا مع هذا المرشح أو زاك في هذا المناطف هو استفاف وراء 14 أدار أو 8 أدار وبالتالي عم يحاول يخرج نفسه هو تموضع سياسي خارج الصراع الدور التقليدي الذي يلعب أستاذ وليد جبلال طيب أعود إلى الأستاذ رمزي كانج مرة أخرى أستاذ رمزي كان لكم اتصالات في الأوين الأخيرة لافتة الحقيقة مع بعض الأطراف في 14 أدار لسيما تيار المستقبل ما هي آخر الأخبار فيما يتعلق بهذه الاتصالات بالنسبة للانتخابات تحديدا هل لديك أي تغييرات أي مواقف جديدة يعني بالطبع المحادثات والاتصالات مستمرة يعني تمهيدا لإنضاج تصوي معين أو توافق معين ما حاول الانتخابات الرئاسة من بعد ما الاتصالات والمحادثات بيننا أنتجت إسقاط الكثير من الشروط لتشكيل الحكومة الحالية حتى الآن الأمور بعد ما نتجد كفاية بما يختص انتخابات الرئاسة الأولى يعني هذا اللي منأمل ونحن لأنه من دون توافق بين الكتلتين بين كتلتنا وكتلة طيار المستقبل ما بعتقد ممكن أنه ينتج عن الدعوات المتتالية لانتخاب رئيسة المهورية أي نتيجة إيجابية وساعتها من شوف الأستاذ وليد بيك جون بلاط دخل في هذا التفاهم الكبير بالداخل اللبناني وما بعود الوزير وليد جون بلاط عم يلعب هذا الدور الفاصل أو مثل ما يسمى عندنا باللغة العامية بيضة القبان بين الفرقاء لما يشوف أنه صار فيه تفاهم من قبل كتل التيار المستقبل مع فريقنا السياسي أو مع كتلتنا السياسية مع تفاهماتنا التي نسجناها منذ فترة بالداخل لبناني ساعة الوزير وليد جون بلاط بيطلع من هذا الموقع ما يسمى بالوسط وبيلتحق بالتفاهمات الكبيرة اللي ممكن تنتج ساعتها انتخابات رئيسة جمهورية وبتكون النتيجة إيجابية من جراء الدعوة للانتخابات اليوم الكثير من نواب تيار المستقبل صوتوا للدكتور سمير جعجع طبعا هو تصويت غير سري ولكن معروف كان الدعم على الأقل في الجولة الأولى للدكتور سمير جعجع برأيك هذا الموقف يمكن أن يتغير في الجولة الثانية؟ يعني ما بدي فوت بالتحليل أو بالتخمين حتى الآن حتى الآن هو مرشح المعلن هلأ من طريقة التعاطي مع هذا الموضوع وكيفية الإصرار على أن يفوتوا بمرشح وحيد نعرف كثير من التبايينات بين فرقاء وخصوصا فرقاء المسيحيين يعني حلفاء التيار المستقبل المسيحيين بيناتهم كان فيه أكثر من مرشح يعني في منهم معلنين وفي منهم غير معلنين طريقة تصغير ترشيح الدكتور سمير جعجع يمكن أثر سلبا على البعض هلأ مفترض بالمدة الفاصلة القصيرة من الآن وحتى أسبوع إذا استمروا في نفس المنهج بأنه مرشحهم الوحيد الدكتور سمير جعجع أعتقد أنا ساعتا أنه الدكتور سمير جعجع سيكون مرشحهم من الآن وحتى يعني انتخاب الرئيس الجديد ما بيكون فيه إمكانية لتغييره إذا فاتوا فيك مرشح بالدورة اللي جاية لهنهار الأربعاء المقبل أستاذ عبد الله ما رأيك هل سنشهد ربما في الجولة الثانية بعض التغيرات داخل 14 أذار فيما يتعلق بدعم الدكتور سمير جعجع للرئاسة لا شك ترشيح الدكتور جعجع هو تحسين مواقع في إطار المفاوضات الحاصلة لا شك هو ورقة مهمة من بين الأوراق التي تستعمل في معرض هذه المفاوضات يعني بدأ بترشيحه هو تعالية عتبة المطالب تحضيرا للوصول إلى حل ما أو اسم ما أكيد بعتقد هو موقف أكثر تفاوضي منه موقف فعلي يعني إنما أنا بدي هيكي القيضاء على نقطة مهمة جدا غبطة البطريارك حاول بوقت من الأوقات أن يجمع الزعماء المسيحيين الأربع الأكبر بمحاولة منه لحثهم على الاتفاق على اسم ما من بينهم أو من خارجهم يمكن اتفاق الزعماء المسيحيين أو الأطراف المسيحيين الأساسيين حول اسم من بينهم أو من خارجهم كان يمكن أن يؤدي إلى انتخاب الرئيس في هذه الجلسة ليه؟ لأن الأطراف الأطراف الإسلامية عم تبدي نيات طيبة في توفير كل المعطل لازم لانتخاب الرئيس يعني كان الموضوع فرض نفسه في هذه الجلسة لو الأطراف المسيحيين اتفقوا على اسم من بينهم أو من خارجهم يعني هذه القيادة العليا المسيحية التي حاول غبطة البطريارك تأليفها في بكركي وجمعهم بطريقة أن يتفقوا على اسم ما كان يمكن أدت إلى انتخاب الرئيس في هذه الجلسة إنما انقسام المسيحيين يعني الانقسام العمودي للمسيحيين 14 أدار و 8 أدار هو الذي ساهم مساهمة فاعلية في عدم انتخاب الرئيس وسيساهم في عدم انتخابه في القريب العاجب شكرا جزيلا لك هنا في مسؤولية على هذه الأطراف السياسية شكرا لك الأستاذ عبدالله فرحات الوزير والعضو السابق في البرلمان اللبناني وشكرا للأستاذ رمزي كانج القيادي في التيار الوطني الحر كان معنا من العاصمة اللبنانية موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاينيوز عربية نلتقي على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة